السلام عليكم معاكم الممرض عامر عياصر ان شاء الله بهذا الفيديو رح نجاوب عن معظم الاسئلة المتعلقة بالمرأة الحامل او المصابة فيروس التهاب الكبد الوبائي من نوع بيه وتأثيره على الجنين والحمل والرضاعة لكن بالبداية خلينا نميز بين المرأة المصابة بالفيروس بيه والمرأة الحامل للفيروس بيه بالنسبة للمرأة الحامل للفيروس بيه بتكون اصيبت بالتهاب الكبد الوبائي من نوع بيه في السابق لكن بالوقت الحالي المريضة يعني ما بتعاني من اي عرض من اعراض المرض وظائف الكبد عندها طبيعية والفيروس بيكون يعني كسول وخامل لكن بالنسبة للمرأة المصابة بالفيروس بيه بتكون يعني اصيبت بالمرض حديثا والمريضة بتعاني من اعراض المرض زي التعب والارهاق والاصفرار ايضا وظائف الكبد بتكون مرتفعه والمريضة بتعاني من الاصفرار اللي هو ارتفاع مادة البلوروبين طبعا بالنسبة للمرأة الحاملة للفيروس بي إذا قررت الإنجاب يعني ممكن تنجب بشرط يعني أنها تكون ما بتأخذ أدوية لأنها الأدوية راح تأثر على الطفل وطبعا احتمالية انتقال الفيروس بي للطفل تصل لغاية 20% لأربعين بالمية طبعا هذا الاحتمال فيما لو الطفل ما أخذ علاج بعد الولادة لكن إذا الطفل أخذ علاج بعد الولادة راح نتكلم عن علاج فيما بعد إذا الطفل أخذ علاج بعد الولادة راح تقل احتمالية إصابة الطفل بالفيروس لغاية 5% يعني كل 100 طفل في احتمال 5 أطفال ينصابوا فيروس التهاب الكبد الوبائي من نوع بيه بالنسبة للمرأة الحاملة للفيروس بيه لكن بالنسبة للمرأة المصابة بالفيروس بيه وعراض المرض وابحة عليها المرأة لازم تتجنب الإنجاب لأنه يعني الفيروس بيكون نشيط واحتمالية إصابة الطفل بالفيروس بيه تكون كبير جدا تتعدى الثمانين بالمية بالإضافة أن الحامل راح يتسبب لها ببعض المضاعفات أيضا احتمالية إصابة الطفل الثمانين بالمية تعتبر هاي النسبة فيما لو بقي الطفل من غير علاج لكن يعني مع أخذ العلاج نسبة هي راح تقل بشكل كبير لكن فيما لو أصيبته الأم بالفيروس أثناء الحامل الطبيب يعني راح يعطي الأم بعض الأدوية اللي بتكون يعني آمنة على الطفل أيضا ممكن الطبيب يقرر إجراء عملية ولادة قيصرية طبعا نسعى من انتقل للحديث عن الإجراءات اللي بيتم اتباحها لحماية الطفل من انتقال الفيروس بيه بعد الولادة بعد الولادة مباشرة بيتم يعطاه الطفل مطعوم التهاب الكبد الوبائي بيه في مدة يعني 12 ساعة ما تتعدى يعني 12 ساعة بعد الولادة ومطعوم التهاب الكبد الوبائي بيه عبارة يعني عن فيروسات عبارة عن فيروس بيه بيكون يعني ضعيف أو مقتول طبعا الفيروس الضعيف راح يحفز الطفل على إنتاج أجسام مضادة للفيروس أيضا بعد الولادة في مدة يعني ما بتتعدى 12 ساعة بيتم يعطاه الطفل المصل المناعي امنيقلوبين بيه طبعا دواء الامنيقلوبين بيه عبارة عن أجسام مضادة بتكون جاهزة لمحاربة فيروس بيه لأنه يعني الطفل راح ياخذ وقت حتى يكون أجسام مضادة لمحاربة فيروس بيه فبتم يعطاه أجسام مضادة جاهزة لمحاربة فيروس بيه فبالنسبة للمرأة الحاملة للفيروس بيه احتماية إصابة الطفلها بتصل من 20% ل40% من غير علاج من غير الأدوية ذكرناها لكن مع الأدوية ذكرناها بتصل نسبة الإصابة من 5% ل5% يعني كل مية الطفل فيه 5 أطفال معرضين للإصابة بالفيروس بيه لكن بالنسبة للمرأة المصابة بالفيروس بيه اثناء الحمل اللي وصيبت بالفيروس اثناء الحمل احتمالية إصابة طفلها بتتعدد 80% لكن يعني مع الأدوية ذكرناه ممكن طبعا الطبيب يعمل لها عملية ولادة قيصرية نسبة الإصابة راح تتجاوز 5% ممكن توصل لغاية 10% طبعا هسا ننتقل للحديث عن احتمالية شفاء الطفل فيما لو أصيب بالفيروس مثل ما قلنا في احتمال من 5% لأن الطفل ينصاب بالفيروس بيه لكن احتمالية شفاء الطفل فيما لو أصيب بالفيروس راح تكون قليلة تصل لغاية 10% 10% من الأطفال ممكن يشفوه من الفيروس فيما لو أصيبوا بيه 90% من الأطفال اللي بنصابه الفيروس بتحول لصورة مزمنة وبظلوا الفيروس موجود عندهم بالأطفال على خلاف الناس البلغين نسبة الشفاء من اللي صابه بالفيروس تعتبر قليلة لكن يعني بالنسبة للناس البلغين إذا أصيبوا بالفيروس نسبة الشفاء بتتعدى 95% مثل ما ذكرنا والشخص كل ما يعني زاد بالعمر بتكون احتمالية الشفاء أكبر لكن يعني بالنسبة للأطفال إذا أصيبوا بالفيروس بتكون نسبة الشفاء قليلة بتكون يعني تقريبا 10% لكن بالنسبة للناس البلغين ممكن نسبة الشفاء تتعدى التسعين أو الخمس وتسعين بالمية طبعا ناس عم ننتقل للحديث عن التهاب الكبد الوبائي بيه والرضاعة بالنسبة للأطفال إذا تم يعطاهم بعد الولادة الأمن قول بين المناعي وبرضوا مطعوم التهاب الكبد الوبائي بيه ممكن الأم ترضع ابنها بشرط يعني أنه ما يكون فيه جروح أو خدوش بحلمة الثدي وإذا يعني صار فيه جروح أو خدوش بحلمة الثدي الأم تتوقف عن الرضاعة لكن يعني بالنسبة للأطفال إذا ولدوا ما تم إعطاهم الأمن قول بين المناعي أو مطعوم التهاب الكبد الوبائي بيه ولازم لهم يعني ما ترضع للطفل لأنه يعني الطفل يعتبر غير محصن واحتمالي تصابته بالفيروس بيه كبير جدا من غير إعطاؤه الأدوية وطبعا مطعوم التهاب الكبد الوبائي بيه والأمن قول بين المناعي بتم يعطاهه خلال 12 ساعة بعد الولادة وبتم يعطاه جرع أخرى على فترات تقريبا نحن هيك تكلمنا عن معظم المعلومات المتعلقة بالتهاب الكبد الوبائي من نوع بيه والحامل والرضاعة إن شاء الله يعني تكونوا استفدتم من المعلومات الموجودة بهذا الفيديو وبينهاي لا تنسوا تدعموا الفيديو بلايك تضغطوا على زر اللايك تشتركوا معنا بالقناة ورضو يعني لا تنسوا تفعيل الجرس حتى يصلكوا كل جديد كثير مهم يعني تضغطوا على الجرس عشان يصلكوا كل جديد ونتمنى لكم الصحة والسلامة ويعطيكم العافية